ازايكو شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير دي داني محاضرة في محاضرات منهج بتاعنا انه هو تقييم صحي هلسي اسيسمنت هنتكلم على الهيد اند نيك اسيسمنت تمام؟ طيب في البداية كده لازم نتكلم الاول على جزء اناتومي تمام؟ ونعرف احنا نتكلم ان المحاضرة دي عدد اجزاء اناتومي وسبجيكتف دادة وسبجيكتف دادة واسئلاء معها الاسيسمنت وكده اول حاجة نتكلم بتاعكوز اناتومي نعرف الدنيا ماشي ازاي عشان انا اقول لك الكلم في النوت دي موجودة مثلا في الحدة دي الاسم ده موجود في الحدة دي تعرف هاجات منين وهكذا طيب اول حاجة بيقولك ان الراس بتاعتنا تمام؟ الهيكل بتاعها هو الجمجومة هو السكال بيقولك كده ان الاس��� بيتتكوز من حاجتين يقوم حاجة اسمها كرينيوم يقوم حاجة اسمها ايه؟ فيس بون كرينيوم قسمهلك لبون كرينيوم تمام؟ والبون بتاع الفيس خلاص؟ We call it the chicken احنا عارفين هم احنا عارفين ان احنا عارفين ان احنا عارفين الحاجة يسمها ايه؟Eu frontal ودي عظمة واحدة من قدام كدها العظمة الاقötام دي تمام؟ بعد ذلك عددنا البرائتل ليوب واحد هنا واحد الزوان والنحات الثانية تمبرو ليوب واحد هنا والنحات الزوان العكسه اوكسبتل ليوب هي عضم واحد حاجة اسمها اسفينويد بون وهي دي حاجة اسماه ايه اسماويد بون وجدك يسمى طول تسبب كامبون في الكرينيام وانه تمانية بون في الكرينيام يعمل ايده والقلق العضم ده التواسي يملكوا اللي وظيفته انه هو يحمى البرين والميجور سنسوري اورجان يحمي الإيه؟ يحمي البريين بتاعنا يحمي المخ بتاعنا والميجور سيرسري أورجان تمام؟ حلو جميل جدا ماشي؟ طيب العظم ده بيتحرك من مكانه ومميتحركش قال لك طبعا عظم ده عمره ما هتحرك إنه هو جوال بريين السكالدية باش عمره ما هتتحرك لا السكالدية ريجد تمام؟ طيب هو جميل أو السكالدية ايه؟ ريجد مش هتتحرك من مكانه مين اللي بيمسكها؟ خليها ايمي بوبن حاجة اسمها سوتشر اخذناها في الاناتون المبلي كده طب جميل او جدا اتكلمنا عنها الكيرينيام بون او الكيرينيام بون ايوه الكيرينيام بون خدش فيه 14 عظمة في الوجه اسمعهم علينا؟ لا مش علينا بس تعرف انهم 14 عظمة كم عظمة؟ يبقى 8 و14 يبقى انت عندك في الهيد في الراسك كلها في كم عظمة؟ ممكن تجلسوا في الانتحان الراس كلها 22 عظمة احنا عارفين 8 وعارفين اسمعهم في الكيرينيام بون والفش يلبون فيه 14 عظمة يبقى كده كلها 22 عظمة في الهيد كلها جميل طب العظمة ده بيتحرك؟ العظمة على الوجه هينفع عظمة الوجه؟ لا ما ينفعش هو ايموفوبن معادة عظمة واحدة بس اسمها الماندابول اللي بتخليك تاكل دي الماندابول الماندابول دي فري مهم او تعرف اسم الجوينت اللي يحركها في جوينت هنا متكلم عليه قدام اسمه تمبرو مانديبولار جوينت ليه سامون تمبرو مانديبولار جوينت؟ إن هو جوينت مكان التكاء الثمبرال بالمانديبولار التبريل بالماندابول هو اسمه جوينت هو مكان التكاء عظمتين هي هما في جوينت العظمة الدمبرال اللي هي وراء دي هو جوين واضح قوي. انه رائع جميل قوي ايه فاتران. سميه ايه جوين بي سميه ان تمرو مانديبولر جوينت. هو جوين ده يا شباب. جميل قوي. ي접 تحرك حضمة الماندبل. اللي هو الفك السفل بتاعك ده شان تعف تأكل. دي العظمة الوحيدة اللي فهو شكل بتتحرك. طيب البون ده بيعمل ايه؟ قلت لك البون ده بيديك الشكل بتاع واجهك. كمهما قوى دي البون بيدى الشيب بتاع الفيس شكل الوجه لكن المصل لأ المصل دى بتعبر بقى هل انت حزين هل انت فرحون هل انت بتضحك هل انت بتعايد يبقى المصل دى مسؤول عن ايه عن فشيال موفمينت واكسبريشان يبقى البون دى بيدىك فيس الشيب بتاع الفيس لكن المصل بتديك الفشيال موفمينت حركة وشك تمام تمام طيب في بقى عندي حاجة اسمها ارتري جميل في حاجة اسمها ايه طيب. ايه الارتري اللي موجود في الهتة عندنا? حاجة اسمه التمبرال ارتري. اهو. تمبرال ارتري. تمبرال ارتري ده موجود فين? لو كده بتاعه علينا. ده موجود. من الصورة كده موجود فين? قدام الوداني. يبقى in front of the air. in front يعني قدام. قدام الوداني. ودان دي اللي هي ايه? ال air يبقى in front of the air. يقولك كمال عندك مكتوبة بين ال eye ما بين عينيك وال top of the air هنا كده. اهو فعلم يبقى in front of the air اللي هوا بين ايه ما بين العينيك اللي هي ال eye والايه والايه والإير. خلاص? تمام? طيب. عندك كم اه يجي قلنا كده? عندك كم اه اه salivary gland? عندك حاجة اسمها salivary gland. دول اسمهم salivary gland. دلات قودة دول اسمهم ايه? salivary gland. انتم بيعملوا ايه? بيفلسوا الصلايفة صلايفة سيكريشان هم كم واحدة تلاتة حاجة اسمها حاجة اسمها حاجة اسمها حاجة اسمها من اسمائهم هيعرف اما كانهم يميل قوي البروتتجلان دي موجودة موجودة اهو ده الماندبل اهو موجودة ورا الماندبل صح تمام يبقى موجودة فين ورا الماندبل ده الماندبل هي موجودة ورا طيب من اسطورة يبقى انا هنا في واحدة عندي هنا اجد واحدة ناحية تانية جميل طيب موجودة يعني انت لو عايزت حسابات سبسيفك اوي هتقول لي هي انتيريور انفيريور افزا اير يعني وداني اهي هي قدامها وتحتها ورا الماندبل جميل اوي يبقى اول حاجة عندي الايه غدة نوكافية اسمها البروتتجلان شباب التلات غدة دولس في منهم واحدة تيجي في الامتحان يا اما هيقول لك اسمها افين وبوزش المجرحة افين فانت لازم تعرفها من السورة كنت تعرفهم معايا حاجة اسمها برودتجلانت الخطة النوكافية خطة النوكافية دي موجودة فين؟ قدام الودان من تحت ورا الفك السوفلي اهو زي في السور ده شايفها يبقى قدام انتيريور انفيريور افزا اير يبقى قدام وتحت كده شوية ايه الودان ورا على طول الماندبل جميل اعرفناها خلاص لديها واحدة من هنا اليمين واحدة في الشمال قدام ال اير من تحت شوية ورا الماندبل جميل صب تحت كلمة صب يعني ايه معروفة صب يعني تحت الماندبل يقض اسمها تحت الماندبل يقض اسمها تحت الماندبل يبقى مجانا فين؟ لكن صليفري جلاند أصعب واحد فيهم هي بارودة جلاند ليه؟ لأن أصعبها الحاجة هي قطام الودان من تحت شوية وورا الماندبل شكراً والصاب ماندبل تحت الماندبل والصاب لينجوال تحت اللينجوال تحت اللسان بس يمش حاجة كتير من كده خلاص؟ تمام نجي بقى عند النك يقول لك عندك في النك يا باشا عندك حاجة اسمها موسلز 2 موسلز علينا طبعاً علينا حاجة اسمها ستيرنيو مستويد موسل بس قبل ما نتكلم عن ستيرنيو مستويد مصر هل سأقول لك صورة؟ بصي مش هل ركز معها في الصورة كده؟ اسمها عندك ستيرنيو مستويد مصر بس هي اسمها الحقيقي ستيرنو كلوديو مستويد مصر ايه يا عم انت صعبت الاسم علينا ليه؟ هقول لك بصراحة الاسم ده موجود في ميت سيرجي سريف نيورو وانا أعزك الاسم ده تركز عليه ليه؟ اسمها ستيرنو ستيرنو يعني هي متى ده من هنا اهو فعلا دي اللي ايه؟ بداية الاسم ايه؟ ستيرنو ايه؟ ستيرنو نوتش اهي هي دي طيب ستيرنو كلوديو 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 يا جاي من جيمة الكلافيكا اهو كلافيكا اهي؟ كلافيكا اهي؟ كلافيكا يا شباب اهي كلافيكا يبقى هوا اخدها الاسم اخدها الكلافيكا يبقى ستيرنيو كلوديو مستويد اهو المستويد مش ديه مسؤولة عن المستيكيشان اسمها ها تيرنو شاو هاتف بقى زمنية خلاص نicerات إلى الانفان لساسما توصف الانفان خلاص يتعلك UFC سماوات مست privilegers الشخص الآن مستولة دي مهمة جدا 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 أنه funny سنتقينا لو استودลوا كثير من الصراع هل تتكرم يوجد الى اما بقgee بإنه sur pent común سنضع بيشكل مصطوية gern studies muscle كيف يكون خبرة اللمسك المصطوية قال عليك أن تقديم راسك lawsuit أفعلنا مصطوية ان تقديم راس راس كيف حركة رايز عركة رايز الى أورا لا لا بعض الصرآ بالأكس تحرك راسك لورا. هي العضلة دي موجودة قدامها. تخليك تحرك راسك لأيه? لقدام. يعني تعمل حاجة اسمها نزل راسك لتحت. وتخليك تروح يمين وشمال براسك. يبقى هي موجودة من الجنب وقدام. يبقى تخليك تحرك قدام وفي الجنب. سهلة قوي يعني. تعرفت شكلها اهو. موجودة قدام وفي الجنب. اهو. ليه? لان في واحدة وار اسمها الترابيزيز. الترابيزيز دي ان مسؤولك تعمل للهيت. يعني ترجع راسك لورا. خلاص? يبقى سهلة قوي. يبقى المسؤولة مسؤولة مصل مهمة جدا. بتخليك تعمل لقدام عشان موجودة قدام اصلا. كده يمين وشمال. لكن الترابيزي ترجع راسك ايه? لورا. تمام. بيجي كمان عند حاجة اسمها السيرفيكل. اه. السيرفيكل فرتبرا. احنا عارفين هما سبعة. سبعة اتناشر خمسة خمسة اربعة. اه سيرفيكل سوروسي كلامبر. وهاجزا. اه. عندك سبعة هنا. تمام. طبعا. وهكذا بتاعهم باستيريو للنيك. مفيش حاجة فيها يعني فى بقى عندك حاجة اسمه السيرويد الجلاند اول حاجة ان شوفه السيرويد الجلاند الي حاجة اسمه السيرويد جوردريج السيرويد جوردريج اللى هى طفاحت ادم يا شباب دى مسؤوله فى تحميل فى فى الكورد اللى هو الاحبال الصوتى فى تمام نخشى السيرويد جيلاند باكل اكبر غضة موجودة في قسم الانسان Heather تكون اعرف كده بطلع هرمونت بتاعها مشترك نزود الميتابوليك ريت. يتكون من اثنين لوب. تمام. مهم اول تعرف ان هي كفرد باي مين? اهو. كفرد باي هتلاقي قدام شوية هتلاقي كفرد باي بالاي? بالستيرنيو مستويد مصر. شان كده لما منيجي تحسها او لما ديك حريقة تحسها مش هتحسها كلها هتحس بس جزء منها. ليه? لان هي كفرد باي مهم ما بتعرف ان هي كفرد باي بالستيرنيو مستويد مصر. طيب نخش بقى على لنف نودز. في مثل معلومة زيدي هنا ان التراكية عبارة عن 15 ل 20 سيرينج. يعني عبارة عن حلقات كده من 15 ل 20 حلق. ودي صورة على اللي بيقولك يعني ان السيروية الجيلاند محاضة بالستيرنيو مستويد كفرد باي استيرنيو مستويد مصر. تمام. تمام. طيب. طيب. ايه كمان دي بيقولك هنا يعني انت بتعمل خلي بقى لك انت بتعمل بتحس الكاروتد ارتري. حس يوني لاتران مش باي لاتران. لو حسيت يوني لاتران دي كده بتمنع الاكسوجين او بيمنع الدم انك تروح للبريل. فانت كده هتموته بالبطيل. خلاص طيب. الليمف نود بقى امنا. قال لك ان الليمف نود دي عبارة عن فلتر بتحارب اي بكتيريا او اي تيومور سيل. الليمف نود دي عبارة يا شباب عبارة عن جهاز اسمه الليمف نود. تجهازة شباب. احنا نتكلم بس عن الليمف نود الموجودة في الفيس والنك. تمام? الليمودة في الرقبة يعني الهد والنك. تمام? او برا عن ايه حصل الليمف نود. او برا عن حاجة اول ما بقى فيه انفكشن او قوي ما بقى فيه تيومور. الحاجة دي ايه تروح تحاربها. في بكتيريا في حاجة تروح تحاربها. خلاص. تحارب اي فورن سابستنس. طبعا. حجمها طبيعي انها تكون واحد صندي او اقل من واحد صندي كمان. اقل من واحد صندي وبتبقى ديب جدا. عشان كده انا نط بالبيتت is normal situation. طبيعي ان انا محسهاش. تمام? طيب. حسها امتى? حسها لو فيه انفكشن. لو فيه انفكشن تحسها كده هتبقى سويلنج وتحسها تلاقيها بانفكشن. تقولنا انا عندي بان بسببها. طب لو هي كانصر. لا لو هي كانصر هتلاقيها باردو سويلنج او اللارجمينج. لكن لا تلاقيها لا تلاقي فيها عند شخصان ما تقيش عنده بين. طيب. انا لازم اعرف اماكنهم فين. هناخد كده الاماكن مع بعض. عشان مش هناخدهم قدام بقى. تمام? الاماكن بتاعته اول مكان هو سهلين جدا. سهلين جدا بجد. بس الاماكن ديبتكي في الامتحانة كتير جدا جدا جدا. اول حاجة اللي هنكلم عن الودان. الودان فيه قدامها واحد. فيه قدامها واحد تاني. قدام قدام الوداني قدام يعني بري. بري اوكيلر. بري ايه? بري اوريكولر. بري اوريكولر. اهو بري اوريكولر. يعني قدام الودان. اهو قدام الودان. مش محتاج. بري اوريكولر يعني ايه? in front of the ear. قدام الودان. طيب. بوستوريكولر يعني ورا الودان. يعني سهلين؟ أول اثنين سهلين خلصنا أول اثنين وما بالزبط عشرة خلصنا اثنين منهم طيب التنسل سهلة جدا هي تنسل اللي موجودة فين؟ احنا قلنا ده ايه؟ ده الماندابول يبقى موجودة فين؟ الزاوية بتاعت الماندابول خلصة خلصة انجلوب الماندابول طيب ليها مكان تاني؟ قالك اوه مش ليها مكان تاني هتتغير لا نحن ممكن نقولها هي ايه؟ قدام اللي سترنيو مستويد مصر انتيريو سترنيو مستويد مصر يبقى هي في الزاوية بتاعت الماندابول تمام؟ الزاوية بتاعت الماندابول قدام اللي سترنيو مستويد مصر خلصة يبقى تنسل في الزاوية بتاعت الماندابول قدام اللي سترنيو مستويد مصر جميل جدا معايا ايه تاني معايا الاوكسيبيتل الاوكسيبيتل ده موجود فين؟ موجودة في البيز او بوستيريور خلف الخلفاي group مثلا خلف الخلف الخلف وعن من وующ هنا فيه ضعرى خلف الخلف الخلف تمام جيدا الأسعار Diane سacji非常ماندبلر وهكذا أحده الحكومة ساتن الثاني ساب منتل على طول اكتب tip of mandable tip المكتوب كده tip of mandable حفظها كده منتل 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 تحت السنان كده من قده ماشي؟ طيب في بقى عندي ثلاث اخوات بالصراحة هم ثلاث اخوات بجد يعني ايه هم؟ اول واحدة ثلاث اخوات بكتبع cervical chain node احفظ كده ان cervical chain node هي sternumostoid muscle تاني احفظ معي عشان تحفظ الاماكن هتقول لك كده cervical chain node هي مين؟ لكنه بيتكلم على sternumostoid muscle تمام حاجة هتبقى superficial وحاجة هتبقى deep وحاجة هتبقى posterior cervical chain node يعني يجي يقول لك cervical chain node في تماغك هي عند sternumostoid muscle اذا لو قال لك cervical chain node او cervical chain node يبقى ايه؟ بالصبت طيب قال لك cervical chain node يبقى هي ايه؟ posterior لمين؟ للستernumostoid muscle وقدام الترابيزيز يعني ما بين الاثنين تمام؟ طيب يقول لك كده deep cervical chain node يبقى هي ديب لمين؟ ديب للستيرنيومostoid muscle اهي ديب للستيرنيومostoid muscle مستعلا في الكتاب هتبقى مكتوبة كده؟ ماذا بني كتب عليك يعني؟ اخر واحدة هي الصوبرا كلافيكا كلافيكا هي هنا فوقيها يبقى هنا اهو واضحة قوي يبقى هي ايه؟ ديب مبين مين؟ ما بين الكلافيكا والايه؟ والستيرنيومostoid muscle كلافيكا والستيرنيومostoid muscle هي ما بينهم ايه؟ خلاص؟ واضحة؟ جميلة قوي يبقى اخر مرة البريوكرانين قدام الودان ولا الودان التونسل دي موجودة فين؟ في الزاوية بتاعت الماندبل قدام الستيرنيومostoid muscle بحفظ معك على الفكر الاوكسبيتال موجودة فين؟ في البيزوفزة سكال بوستيريور جميل قوي طيب تحت الماندبلر ايغاني لسهت في harvest قى ب reasons سكال مستيرنistine متكور سكرة انه قتد يبقى وراء الايه؟ وراء الستيرني ومستوية مصر وقدام الترابيزيز مهما بينهم الاثنين هي يقول لها كتاب سوبراكلافيكور يبقى هي ما بين الستيرني ومستوية مصر والكلافيكور هي هنا الزاوية جميل؟ طيب لو انت حسن نتكلم عنها في الاخر طيب دون انت بقى نخش معا عن نيرسنج اسيسمي النيرسنج اسيسمي بكل بساطة بكل بساطة ببساطة البساطة انت بتروح عند المريض بتجمع منه دات باسمها ايه؟ Depending briefly امت collabov? ماذا راحو عند المريض ان اقشدت لي support و تبقى اسمك ايه؟ nuit investigators سهلة جدا تمام جميل يمتع أول حاجة تبقى تعقبة عليه قالوا عنك أول حاجة سألوه عن الصداع هذا الكلام ليس علينا لن نقوله ذات الاحتياط نبسط الدنيا قليلا سألوه عن مكان الهدك لكي أعرف هل هذا الهدك بسبب صداع رسفي ولا سبب التهابات جوبة أنفية ولا سبب سترس وتنشانة ولا سبب مشكلة في العين لما يكون هذا الهدك بسبب هايبرتنشان أنا أسأل عن مكانه إذا قال لي مثلا أن هذا الهدك موجود فيه يعني العظم القدام واخد الـ يعني اخد الـ يبقى جدا قصده على إيه؟ قصده سينيتس سينيتس يعني التهابات في الجوبة الأنفية لانه لا سبب التهابات في الجوبة الأنفية عنده بين أو عنده هدك يعني بين اللي هو الهدك بس في الراس خلاص؟ جميل جدا طيب لو قال لي أنا عندي بين حوالين عين واحدة يعني 1 أو يبقى جدا مشكلة في العين وعنده مشكلة في عين اسمها هدك بسبب مشكلة في العين طيب وعد بيقول لي أنا عندي بين أو عندي هدك هنا حاسي أن راسي من فوق كده حاجة بتعصر سكويزينج في الهد حاجة بتعصر راسي يبقى دين إيه؟ سبب التنشانة والسترس حاسي أن في حاجة بتعصر في راسي جميل طيب يقول لي أنا عندي حاسس ببين في نص راسي تمام ومقصر أنا مش شايف كويس وعندي نوزية كده وعايزة أرجع كده وعندي مين جامد قوي في راسي ونص راسي كده اسم النص النصيني اسمه إيه؟ ميجرين والميجرين ده حوار كبير جدا عايز اسمها واسمها دكتور حسام موافي في حوال الميجرين ده تمام؟ ناس كتير قوي ده كمان ببقى ليه علاقة في الفاملي هستوري نتكلم عنه ده خلاص؟ تمام ممكن المريض يأتي لي بـ يقول لي مثلا أنا عندي يعني عندي زطاع مزمن تمام؟ بيزيد أمتى؟ هقول لي بيزيد لما يجي أتكلم تمام؟ أو أجي يأكل يعني مع الـ أو مع المطخ مع أكل أي حاجة وأتكلم عليه القلم زيت بيبقى مزمن معي مش بيجي مرسل مرة واحدة ويروح لا بيبقى مزمن معي يبقى أشق على طول أننا هنا قلنا أن هنا الماندمول تبقى يتحرك بيتحرك بيجويند اسمه إيه؟ تمبرو مانديبولار جويند ممكن يكون فيه انفلاميشن في الجويند ده فشخصاً ما بيجي يتحرك الانفلاميشن ده بيعمل إيه؟ بيعمل بيين في الراس يبقى اسمه إيه؟ تمام؟ بس كده يقول لك أنا عندي إيه؟ بيين في زيئر يعني قدام وداني كده بيبقى فيه قلم جامد جداً بيعمل الصدوع يقول لك أنا عندي دوخة الدوخة دي برضو ليها أنواع مش عالينة بس هنقولها برضو الفيرتيكو الفيرتيكو يقول لك أنا حاسس بدوور حاسس بيلي بتلف بيه تيس إيكوباليريوم يقول لك أنا حاسس بعدم توازن كده وانا حقاً لايد هيدنس يقول لك حاسس بووزي يعني ووزي يعني حاسس أنا فصلون مش ملكز بأي حاجة حاسس أنا بعيد عن الدنيا كده فصلت تيس إيكوب من الانفيرومينت اللي حوالي بريس إيكوب بريس إيكوب تي خدناها في دريب المحاضر الكونفالشن اللي هو بيقول لك أنا حاسس بينا يغمع علي هو اللي بيقول لك أنا حاسس بينا يغمع علي تمام؟ بحالات السيزر في الغالب يعني خلاص؟ تمام طبعاً يجي بقى نخش بقى على وطبعاً لو قل لك عندي مثلاً نحيتك قل له إيه الحاجاتة اللي بتزوء الكونفال بقى نحيتك القل تزوء في بنتامينتال مفروض حددتها خلاص لو المكان هو فين بسيت بي والأونس والديوريشن والسفيرتي والبتن والإيه والشدد فاكتورز تمام؟ طباً أنا حامشي معك واحدة واحدة بالصفحة 17 كده ما تتعطي لك مدعي لك هتسأله على الأعراض بقى معي لو حارج عندك أي لامب أو أي لجن تمام؟ بيقول لك آه أنا عندي لامب في راسي مثلا في الهيد او النك يبني دي علامة ان ايه ان دي علامة ان شخصة عنده ايه عنده انتهي لالكنسر عندهه تاني سؤال تسأل حضرتك عندك مشكلة في حركة راسك يقولك ايه اه يقولك انا عندي مشكلة في حركة الراس انا راسي ما بحركها بتوجع علي جب مايه المعايا تفاكل ترجع موسيل مشكلة في المسل. فيه مصل سباز من مسل. تمام؟ ممكن يكون عنده مشكلة يقول لك أنا عندي ايه يعني ألم في الرقبة بتاعته يقول لك كده عنده نيك بين. طب انت لو يبديه علامة فيه مشكلة في المسل زي ما احنا قلنا او مشكلة في السبانة الكورد. طب لو انت لوحتي كده وجدت التمبراتشة في الحده دي عالي. تمام؟ ولقيت عند شخص عنده نيك ستيفنس. عنده جده تخشب وحرارة عالية في المكان ده يبقى اعرف حرارة شهازة ممكن يكون عنده ميننجايتس مهمة جدا علامة دي انتيكيتو لأن شهازة عنده ايه ميننجيال اريتيش هفكرنا المادة دي اصلا مهمة جدا لك انت في حياتك العلمية لما دي يجي تشتغل وتلاقي شهازة مثلا عنده اهو يقول لك ان شهازة الحرارة كراسي ممكن يكون قلم طبيعي مما عنده مصر تسوردن والحاجة مصر تسوردن لكن يقل PLA حرارة شهازة موسيقى ووبطتيك عالية و服كل متعامل هذه السلامテ سے حول انتهت التزولدن والحوصة في الميتية استمرارات مياه جدا جدا architectural Asùngi ماهيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الايكتريكال تشوك. ليه? لان شخصها عنده حاجة عاملة على النير في رقم خمسة اللي هو تراجيمينال نيرف. فبيسموه تراجيمينال نيروليجيا. يعني ان النيرف ده اللي مسؤوله عن الاحساس بتاع الوجه. تمام? نديجة اي حاجة عاملة برجر او عاملة كومبريجر على نير في رقم خمسة اللي هو تراجيمينال نيرف. فاصلا شخصها بحسب ايه? فشيال بين. بحسب كده بكتريكال تشوك كهرباء. تمام? بس قلوه كاملا حريك عندك اي مشكلة في الهبت او في longer of activity او هبت او اي حاجة فعاددك level of activity الوزن landing of bowelmie habit. الايي اوه فسلا انا بقيت مثلا بنام كتير انا بقيت level of activity بتاعي مش بتحرك اوft او ها انتي مطلوع اوز استuldade. esteration of syroid. ممكن ارهيبر سيروتيزم او هايبو سيروتزم. كده كده اتكلمنا معاه علىしたي وانا مانا اخبرت fuera وهlooking ال Mari's who is a britann capitalize. خشي بقى على البسطي هستوري حرج عندك مشكلة عندك ضغط سكر مثلا وضغط سكر اي حاجة تيومر عندك مثلا اصل سكروروزيز سيرجي حرج عملت عملية قبل كده بداخد ايه بداخد علاج للضغط مثلا حرجك قبل كده مثلا عندك كرونيك بين مثلا حرجك مثلا قبل كده عملت حادثة او تخلط قطة عملية عملتك كان عندك ترومة في الهيد قبل كده بتركب رأبا ام ماشي انا لفكاتي اه... بثريس انني عندك على الابجيكتر بتاع الشخصة بتاع الشخصة بتاع الشخصة لو في أثناء هو نايم وهو قاعد مستريح وهو بيشتغل وهو بيذاكر لأن الوضعية الغلط البور بوتشر دي بتقدي لإيه تسكمفورت يعني شخصة بيحس ببين أو هو مش مرتاح لو مثلا حرارك زاكرتي كتير وقاعد بوضعها غلط ووضعها غلط او نايم بوضعها غلط هتحس بإيه تسكمفورت في الهيد وإنك ممكن تقدي لإيه لإنيك تسكى أصلا يلك الغضروف في الحدة تحت النك دي تماما بدي مسك التلفون كتير الكام ده كله طيب خشي بقى الوبجيكتب بتاعتنا طبعا نعم نخشي على الوبجيكتب لازن يكون مجالز اللي يكون من دي بتاع ده جايب جلوف زا جايب سمول كب اف ووتر جايب السيسوسكوك تمام آآ طيب أول حاجة نعمل كده بكل بساطة احنا 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 نتكلم عن هيدو النك بس انسبيكشن هيدو النك آآ او فيزيكا للهيدو النك بس خلاص فهنا نشوف ايه في الهيد وهنشوف ايه في النيك أول حاجة راسه نمسك راسه كده واحدة واحدة هنشوف اف راسه فروت راسه كده هنشوف الشيء الصيز بتاعها حجمها الشيب والسيمتري خلاص الطبيعي ان شكلها يكون راوند تمام واركت يعني معتادل لكده وفي الميد لاي راسه كده في الميد لايين سيمتري تمام مفيش اي ليجن مفيش اي ميس انا شايفه طب الطبيعي طب الابنورمال ان اي شخصة عامل كده اي عامل كده دي يعني عامل عنده اكرو ميجالي عملكة شخصة متعملك يعني متعملك يعني راسه كبيرة عنده لارج في الايه في البون عند الراسه وثيك تمام ليه بسبب زيادة في الجرس هرمون خلاص سهلة كده طيب كده شفت ايه شفت الشيب والسيز والسيمتري في الحاجات دي كلها اخي شوف الحركة بتاع راسه فقول له ايه بقى عشان شوف الحركة بتاع راسه دي فقول له حضرتك ممكن تقعد وضع مستقيم كده وقول له حركة بعد اذنك سهبت راسك ما تحركهاش ولاحظ بقى هل فيه اي انفولانتري مسل هل حركات الايرادية من المسل حلقة شخصة ممكن يكون عنده تريمورس عامنا ذو رعشة يحرك راسه وسيقول له الرعشة دي علامة شخصة عنده ممكن من سبب ايه مساب هورزنتل جيركن يعني هورزنتل جيركن شخصة يحرك راسه منه شمال الواحد وكده هو الواحد وكده يحرك راسه انفولانتري قولك ان تعرف انه المد الاي انفولانتري هونود أعرف انت عارف انت المسل عارف انة الاتقوطة الكلب ديد ايه بقى فعاربية والحركة دي 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 هو طلع النزل ده سنوارها لك بصع مده انا مش لقيها بس انت يعني ايه انت عار يبدأ حركات الأولادية ممكن يكون مشكلة نيولوجيكال ممكن ألاقي ايه تاني في الحركة بتاعت رأسه ممكن ألاقي ان الشخص ده بيميل رأسه هقول لك اجيب لك اهو الصورة بتاعتها هنا تقريبا استنى ازمي اهو لا مش ده ماشي مش موجود الشخص ده بيميل رأسه لناحية كده يوني لاترال ده لا اتبع كده يومي لك ليه ماشي كده بيميل رأسه علي الجامعة لماذا؟ يوميين رأسه للمكان المكان الذى عنده مشكلة فعينه الشمال يوميين رأسه كله عنه لعينة اليمين لكي يشوف تأتيت عنده مشكلة في الهيورنج تأتي من الإطلاق في الهيورنج يومي مشكلة في السمع فهي يعوج رأسه لكي لا نفع مشكلة لكي يسمع تمام? بيميّل رؤوسه عشان عندو مشكلة في المصل. عندو الليستيرنيو مستويدة مصل في الجنب من الجوانب عندها يبقى بالشورتنينج. يبقى بالشورتنينج. Wells itineome ليسنوا ترت مدارة حاجهات. مش عاصلة لو كانت رؤوسه بياتني رؤوسه كده يمين شمال مش عاصلة عندو حاجة من ثلاثة. اما عندو مشكلة في الفيجان فبقىه على اما عنده مشكله في الهيلنج بقى واحد حتى يسمع يما عنده مشكله في اللستينيوم مستوية مصر حصل فيها شورتنينج فبيقىه على ما اصلا المشكله هو شورتنينج يعني عنده مشكله في الحعركة بتاعتي كمتابة ثاني حاجه هو نعمل أيه برضو بلبيشن انا نميز على بردو على البلبيشن بخش بتاع الهيد انا سنشوف ايه بصفي المبالبتشن بحال الهيد بحالي اي اثموس مفيش اي لجن باشتغل بالفينجر باتس مهم او في البلبيتد للهيد اشتغل بالفينجر باتس بطريقة كده سيركولر موشن هقول له لو حسد باي بين قلني تمام الابنورمال ان انا لقي لجن او هلاقي لنب كده في الهيد يعلامة ان فيه تروم او ايه او فيه كانسر طيب خشي بقى نتكلم على الابجيكتف تاني حاجة اللي هو على الفيس راس ووشه كده كلمنا على الراس خلاص نتكلم بقى على الوش الوش اشوف ايه الشيب الشكل بتاعه هل هو فيه سيمترية او لا الشيب طبيعي ان هو يكون راوندد و او سكوير ده كل ده نورمال خلاص اشوف القرار اشوف الاسكن ليجر في ايه الصر في اي حاجة طيب لو شخص ده لجيته عنده اسيمترية انا شخص ده وشه مش متناسق مع بعض زي الشكل ده كده فيه سويلنج في البرودة جيلاند ليه لان البرودة جيلاند فيها الالتهابات فيها انفلاميشن فالبرودة جيلاند حصل لها في البرودة جيلاند لان غده انه كافية بسبب مسلا ابسز بسبب انفلاميشن بسبب تيومور فالغده دي انفجر يعني حصل لها سويلنج في اسمها اسيمترية تلاقي الجنب ده غير الجنب ده خلاص تاني حاجة اسيمترك اورو فارينجيال ديفييجان اهو اورو فارينجيال او يونيلاترال اورو فاشيال ديفيجان يونيلاترال اورو فاشيال ايه ديفيجان يعني جنب من من الاورال كده حصل له في الفيس حصل له ديفيجان اهو زي ما انت شايف كده بالزبط تمام؟ دي برضو مشكلة بتحصل کتير نبيرها الى هنا برضو حاجة اسمهاFacial Palsy مشهيدة اول حراجة دي فيش بالزبط او البرز بالز بالز يшь kunnen disso سلو ظاهم الدهبات في العصب السابع فهيحصل اللا ايه القدر الغزب متوفرده ه doppه يحرك المسط بتاعت الايه الوش بتاعتنا تمام او حركة المسط يخليه يخ ايه يحزن ولا يبقى ذي المسطل داilim لا يرد انه بتحده ذا هتفقي جنب من الجوانف. احنا عارفين العصب طالعه من البرين اه 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 واحد بيجز الجنب دا واحد بيجز جنب دا طب لو فيه حاصل التوابات في الجنب دا ELSO HSpander Inflammation Facial Nerve حاجه ثاني اسمها براكنسون ديزيز براكنسون ده اللي هو ايه فيه ماسك لايك فيز مارك يعني ايه يعني مفيش شخصها مش بيدي اي اكسبريشان بيبنى على وشههم مفيش اي ايه مش بيديين اي اي اكسبريشان اخر حاجة هي الكاشيكسيا الكاشيكسيا دي الشباب بيبقى مع حالات اللي هي عندها سيفير مال نيوتريشان بسبب شخصها بيبقى عنده في الغالب كانسر وحصل ميتاستيز شخصها بيخشف سيفير مال نيوتريشان بيبقى جسمه معظم بالمعنى الحرف بتاعها معظم تمام هتلاقي عينيه دخلت لجوه جدا عينيه دخلت لجوه جدا وحصل هولو شيكس يعني الشيكس بتاعته برضه دخلت لجوه اسمه ايه علامة شخصها عنده ايه تبيكال كاشيكسيا دي لو بحثت عنا عن التين تبقى مع حالات الايه الميتاستيز جميد اولي الكنسر تمام البيل اخر حاجه ابوك انت لايش اخذها عنده بسبب النفروديكس سندروم النفروديكس سندروم تلاقي وش مورب ليه وش مورب احنا عارفين ان الكلا بتاعتنا مش بيطلع الالبيومين تمام في اليورين ففي النفروديكس سندروم الكلا الفلتر بتاعنا اللي هو الفلتر بتاع الكلا لا الفلتر بقى بقى سايح بقى بيطلع كل الالبيومين في اليورين فانا جسمي ما فوش الالبيوم تقولي الالبيوم ده وظيفته ايه يعني يعمل ايه حشين يخليه وش يورم كده لا الالبيوم ده باشا مسؤول ان هو ياخد الفلوت من الانتراستيشيال بالاسبيس يوديه للانترافاسكولر اسبيس كل الماء دي هنزلد لحت الجلب فوشه حيورم طيب جميل جدا طيب انا دلوقتي عايز اعمل قبل ما اخش على البلبيشن بتاع النك اخش عنك اصلا قاس بس اكمل على صفحة اتشري من فوق البلبيشن التمبرول ارتري اهو هنعمل البلبيشن التمبرول ارتري اهو طبيعي ان الاقيه لاستيك ولاقيه صوفت مفيش ايه تقدر نريز فيه الابنوربال لانا لاقيه هارت وثيك ولاقيه فيه انفلاميشن انفلاميشن هو يبقى مشكلة كده لو لدي شخص دها عندو انفلاميشن وبم settings عنده Tembral Arthritis. ودي مشكلة كبيرة جدا 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 جدا. ليه? انا شخصها هيتعامل. سأل له Blindness. ليه? عنده مشكلة في Tembral Arthritis. Tembral Arthritis. Inflammation في Tembral Arthritis. طيب. Pulpation للمين للTembral Mandebral Joint. احنا عملناها بلكده. بأسس للتمبرو. المين للTembral Mandebral Joint ده. لو الجوين اللي بيخليك تحرك الماندبل. بحط ايدك على الجوين. تطلب من الشخص انه يقفل ويفتح الموز بتاعه. ومتقدر تعمل بلبيش. طبيعيا. ما فيش اي Sweeling. ما فيش اي Denderness. يعني ما فيش اي هو ما يتحط تعمل بلبيشن كده ما تلقيش بين. وطبيعيا ما تلقيش كريبتيشن. الكريبتيشن ده اللي هو Inflammation في الجوين. مع الحركة بيحصل صوت كده. صوت تكتكة. تمام? Inflammation ده طبيعيا ما تلاقيش الكلام ده. طب اللي مش طبيعي. ان الشخص يبقى عنده ومش قادر يحرك الماندبل. هيبقى عنده. هيبقى عنده. هيبقى عنده. هيبقى عنده. النك بقى. النك بتاع اللي بشوف اول حاجة. خلاصنا الهيت والفيس. خش بقى النك. النك ملهم. النك الطب. النك بشوف اول حاجة. النك بشوف ايه? البوزيشن بتاع هيدها. آآ السيمتري. فيه اي لمبة او مسألة. لا. آآ من غير اي بوجه تم Pearlsing او اي مسألة. الابنورمال ان انا لاقي سويلنج تورم كده في الرقبة. خلاص?ām لو لقيت مسألة في النك فيني ما ده علامة على ط方各طات el. يعني شخص عنده هايبر فوليميا مشكلة في非常的. تمام? جميل. فشوف بقى اذن بار%. ده الحركة الرقبة اذن نفسه هششغلセ قادر يحرك رقبة اولا لا. تمام. الطبيعي نشغل يحرك رقابته عادي طبيعي لا اللي مش طبيعي بقى نشغل يبقى عنده ستيفنس يبقى عنده ريجد يبقى عنده مصر سبازم انفلاميشن هاكلام ده كله سيرفيكال ارسرايتس بالبيشن بقى للدراكية بعمل بالبيشن للدراكية الدراكية احنا عارفين من 15 ل 20 ايه سيرينج اخذ شكل السي كده بالبيشن للدراكية بالفنجر بتاعتك برضه انستيرنيو انستيرنا النوتشي كده تمام بحس التراكية بشوفوا التراكية ان هي بتحس فيها البالبيتة اللي ايه الدراكية الرينجز دراكية طبيعي يعني نورما هنكون في الميد لاين نوريتها من حركة يمين او شمال يبقى ده مشكلة ممكن يكون فيها اللارج من في السيرويت جلان هم حاجة النيمو سوركس والهيمو سوركس والأتالاكسس بسوى جيب لك هنا النيمو سوركس والأتالاكسس تمام او الاورتك انيوريزم انت بتكون وقف ورا المريض تكون وقف فين ورا المريض انت واقف فين يا كبير واقف ورا المريض خلاص واقف ورا المريض وبتقول له عددسنا حرارة خليك ريلاكس شوية وطلع رأسك اللي قدام سينه خليك ايه فلكشن شوية تمام طبيعي انك وانت بتأسس السيرويت جلان ان انت هتلاقيها صوفت ان ما فيش ايدين درنس وهكذا وسموس وفري نودلز وكده خلاص لو حسيت فى اي سيرويت كده دي vida علامة عن هايبو ثيرويتزم دي شخصه عنده جويتر شخصه عنده المظ 요ر ممكن كان عندهudge ايه السيرويفyr هذه مرورات الاسجال تستطيع تش consecration الشخص اون العجية ما هي الصوت سوء الرسال pass ها و moak بحط الديفرام. بحط البيلتز. انا مشوه فصورة ليها. اهو. مش قداد بحط الايه؟ بحط البيلتز مش الديفرام. تمام? وبقول لي الموقت بعد ازلك احبس نفسك. اعمل تفضل. تمام? ليه؟ لان في اللارجمين في السيروات الجلاند. انا بيبقى فيه زيادة جامد جدا في البيلتفلو اللي رايح للسيروات اللي احصل اللارجمين فيها. هيبقى في زيادة في البلاتفلو فهيحس ايه؟ صوت البيلتز. طبيعي انا ما حسوهوش. اخر شيء نتكلم عليها هو الاساسمت بتاع اللينف نود وتتكلمنا عليها بكده اصلا احنا قلنا هنأسس اللينف نود نرجع لها السريع احنا قلنا هنأسس اللينف نود الافضل انه يكون بايلاترال مش يونيلاترال لانه يقارن يمين بشمال باستخدام الفنجر اوف باتس بطريقة ايه بطريقة 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 من فوق لتحت احنا قلنا بشوف البري ايكلر و بوست ايكلر وقلنا الاماكن بتاعتهم خلاص مش هنعيدهم ثاني الابنورمال بتاعتنا الابنورمال بتاعتنا الانه يكون النورمال لانه يحسش محسش اي سويليج في المكان ده ملاقيش فيه اي اللرجم مفيش اي ديندرنس يعني احسها كده مش وارمة مش حاسسها اصلا تقريبا تبقى صوفت مفيش اي هارد مش وارمة كده مش متصلبة مفيش اي ديندرنس مفيش بيين ولا حاجه مفيش اي اللرجم الابنورمال بقى انتي حكتين يقيم اول ملمسها كده اول ملمسها كده الاقيها كده اول ملمسها كده قللي اي قللي اي يبقى مشكلة ايه ممكن يكون سبب انفلاميشان خلاص حاننا طبيعا الحجماء يبقى واحد سانتي في حالة الانفلاميشان هتبقى ايه وارمة يبقى اكتر من واحد سانتي تمام تبقى بايلاترال مهمة او كلمة بايلاترال في محادة المسهر فهو القدست بمعتدة الإلرجمة بانس Elizabeth مهمة جداً pulilateral وليس أفضل يعني أفضل يمع احتمل يفسه اندرى Workers ثم بالاتر� ثم التصوص بالتصوص والخلص هتبقى denderness الشخص اول ملمسه يقول لي في بين هتبقى firm هتبقى ولكن بتبقى free firm بتبقى movable يعني ما تتحرك تحت ايدي مش بتبقى fixed fixed يبقى فيه على طول cancer خلاص بشكل في cancer يعني تمام لو cancer cancer المستيكده unilateral يعني الجنب ده fixed او sorry الجنب ده hard والجنب ده عادي soft يبقى ده ممكن يكون cancer يبقى hard unilateral not tender يعني بقى المسه هي ورمة ولكن مفيش ايه مفيش denderness هي ورمة لكن مفيش denderness مفيش ألم خلاص and fixed nodes يبقى هي fixed مش ايه مش movable مش متتحرك معي دي سبتة كده يكون خلاص محاضرة النهاردة اتمنى لكم الموضوع بسيط كده بالنسبة لكم شكرا